اشتركوا في القناة هذا النوع من الدروس تعطينا مقدمة جميلة إلى فهم المحيط للأشكال الهندسية فلنقم بحل هذا السؤال لتتضح لنا الصورة أكثر السؤال يقول زوجة طلبت من زوجها شراء ملسق خشبي لتغطية الوجه الخارجي لأحد السلالة أي هذا هو الوجه الخارجي كل هذا الوجه الخارجي لأحد السلالة سلالة خشبي قديم مثلا به خدوش به رسومات من أحد الأطفال ويريدون أن يجددوه ومن خلال شراء ملسق خشبي لتغطية الوجه الخارجي فالسؤال يقول هل يمكنك من مساعدة الزوج في تحديد الطول الكلي للسلالة؟ أي هذا هو الطول كل هذا إلى هنا للإجابة على هذا الشيء لدينا مقطعين المقطع الأول أفقي أي هذا والمقطع الثاني عمودي فلنفترض بأن هذا هو X وهذا هو Y إذن كم مقطع أفقي هنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن نقول أن المقطع الأفقي هي ثمانية X والإكس تساوي لنا ماذا؟ عشرة إنش إنش التي هي وحدة بالعربية البوصة وهي آتية من إنش أيضا تعادة تسمى بهذا الشكل عشرة إنش فهذا الرمز يعني إنش وبالنسبة إلى المقطع العمودي الذي هو Y فهو أيضا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهذا هو الثامن ثمانية Y والY يساوي لنا سبعة إنش إذن الطولة الكلية ماذا نقول عنه؟ ثمانية X زائد ثمانية Y نعوض عن X والY فتساوي لنا ثمانية في عشرة إنش زائد ثمانية في سبعة إنش أي الطولة الكلية total لينث يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا مئة وثلاثة وستة وثلاثون إنش وهذا هو الجواب نلاقيكم إعزائي مجددا في درس قادم وشكرا لكم على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر